معي من أربيل الخبير الأمني والاستراتيجي العقيد ربيع الجواري مساء الخير أهلا بك معنا سيادة العقيد نتحدث اليوم عن معركة الموصل تحدثنا كثيرا في السابق إلى درجة باتت قريبة أكثر اليوم معركة الموصل هذا وكيف ستكون مع كل هذه التحضيرات لنبدأ بتحضيرات داعش كما ورد من خلال حديث أبو يونس استماعت إليه وتوقع بأن يلجأ داعش إلى حرب عصابات ويتحضر لهذه المعركة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة معركة الموصل تعتبر الداعش هي المعركة الأخيرة والمعركة الفاصلة والحاسمة ويؤمل نفسه أنه سوف يقاوم مقاومة شديدة وربما ينتصر على قوات الجيش العراقي والقوات التي ستدخل إلى الموصل وهذا الأمل هو بعيد المنال عن تنظيم داعش وفي الحقيقة قام تنظيم داعش بحفر الخنادق ووضع فيها النفط الأسود وكذلك إطارات السيارات وفي سبيل حرقها ومن ثم أحداث غمامة سوداء في السماء لحجب رؤية الطائرات وتحديد أهداف داعش من قبل هذه الطائرات حقيقة مثل ما سمعنا نحن من مدينة الموصل أما في جوامع الموصل من تنظيم داعش قد نادوا بأن هذه المعركة هي معركة الخندق وشبيها بمعركة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حفر خندق حول المدينة ضد المشركين والآن هو يحرض على أبناء المدينة على أن هذه المعركة هي المعركة الفاصلة والتي سينتصر فيها التنظيم ولكن في الحقيقة كل المؤشرات تشير أن تنظيم داعش سيدحر في مدينة الموصل عاجلا أم عاجلا وفي وقت محدود وقصير إن شاء الله ما المؤشرات التي تقول أن داعش سيهزم في هذه المعركة إلى أي درجة مهم ما نتحدث عنه اليوم نتحدث عن قتل ثمانية عشر من قادة داعش في العراق نتحدث عن قتل المسؤول العسكري لتنظيم داعش المسؤول عن تجميع الأسلحة الكيموية إذن ما المؤشرات على أنه سيخسر معركة الموصل وكيف سيساعد هذا الموضوع استهداف هكذا قادة حقيقة تنظيم داعش سيخسر معركة الموصل هناك خطط من قبل غرفة العمليات المشتركة وكذلك قوات التحالف في استهداف قيادات داعش وحقيقة في الفترة الماضية مثل ما تفضلتي قبل قليل استهدف الكثير من هذه القيادات ومنها مسؤول إعلام داعش إعلام تنظيم داعش وكذلك أمراء بعض الولايات في الموصل أو في دجلة وكل هذه مؤشرات أن تنظيم داعش سيخسر المعركة إضافة إلا أن هناك نقطة مهمة هو أن تنظيم داعش قد فقد الأسلحة والذخيرة التي حصل عليها عندما احتل مدينة الموصل واحتل ثلاثة محافظات عراقية من الجيش العراقي السابق تنظيم داعش الآن أغلب هذه المعدات قد فقدها في معاركه خلال سنتين وهو الآن وكذلك قطع الإمدادات عليه من خلال طريق الموصل الرقة وأصبح الآن تنظيم داعش محاصر بالمدينة ولا يملك الشيء الكثير لكي يستطيع أن يقاوم الجيش الآن الجيش بصورة جيدة وهو بحالة صحية جيدة إضافة لأن هناك تعزيزات من قوات التحالف الدولي الدولي سواء بالمعدات سواء بالأسلحة أيضا هناك قوات على الأرض ما يقارب 6 ألاف أمريكي الآن هم في قاعدة القيارة متهيئين لكي يشاركوا بهذه المعركة سواء بالاستشارة أو بمهام قتالية نعم وحتى بالدعم الجوي أيضا كما ذكرت نتحدث عن حاملة طائرات فرنسية شارل ديغول التي بدأت أولى عملياتها بهذه تمهيدا للمعركة استعادة الموصل معقل داعش نعم أكيد فعلا نعم بهذه المعركة بمعركة الموصل ومع كل هذا الدعم ما الذي نتوقعه مع انطلاقا من الثقة وداعش من أنه سيحقق المعارك وبالمقابل كما ذكرت حضرتك مؤشرات كثيرة على أنه سيخسر هذه المعركة ما الذي يمكن أن نتوقعه من داعش بعد خسارته المتوقعة في معركة الموصل أو قبل ذلك خلال هذه المعركة طبعا داعش سيلجأ إلى كل الأساليب اللي يهدف منها هو إقاع الخسار بالقوات العراقية وبأخس الأساليب أيضا ممكن إذا كان يملك أسلحة كيمياوية يمكن أن يستخدم هذه الأسلحة ضد قوات الجيش العراقي وكذلك إذا كان هناك لديه أسلحة أخرى سيستخدمها سيستنفذ كل قوة في هذه المعركة الأخيرة حقيقة لأن تنظيم داعش عندما يقضى عليه في مدينة الموصل فأن التنظيم قد قضي عليه في العراق وأعتقد سيقضى عليه في العالم يعني هناك تنظيمات أخرى في عدد من البلدان وكذلك استهدافات في الدول الأوروبية أعتقد في حالة خسارة مدينة الموصل التنظيم سيتلاشى بعد ذلك بأشهر أو لا يزيد عن السنة صحيح لأن معقل داعش الرئيس الموصل لأن معركة مهمة بالنهاية موصل العراقية العراق تبقى دولة لها ثقل خاص ضمن الدول العربية أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من أربيل الخبيل الأمني والاستراتيجي العقيد ربيع الجواري